يتداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي صورة تمثال يدعون أنه في عاصمة سلوفاكيا وأنه يعود إلى تخليد قصة عامل نظافة حب فتاة هجرته بسبب طبيعة عمله فما حققة هذه القصة؟ نص الإدعاء يقول هذا التمثال موجود في العاصمة سلوفاكية براتيسلافا أقيم التمثال تخليدا لأحد عمال النظافة والمجاري الصحية الذي أحب فتاة وهجرته بعد أن أخبرها عن عمله لم تكن لديها الشجاعة لتصارحه بذلك حين حدثها عن عمله فوعدته بشرب القهوة معه وأخلفت وعدها وبقي ينتظرها كل يوم بنفس المكان ونفس الموعد كان أصدقاؤه يتعاطفون معه فيأتون ليجلسوا معه ويشربون القهوة ويواسونه وبعد وفاته أقيم له هذا التمثال وبني مقعى إلى جانبه ليأتي الناس لشرب القهوة معه وتعبيرهم عن تعاطفهم معه وتقديرهم لعمال المجاري والنظافة عموما القبعة تغير لونها وأصبحت ملسى من أثر تحية الناس له عبر المحصح على رأسه بأيديهم نشر هذا الإدعاء بهذه الصيغة وتناقل الإدعاء أيضا صفحات وحسابات أخرى بصيغ مشابهة ومماثلة والأصح أن هذا التمثال موجود في عاصمة سلوفاكيا بمدينة براتسلافا وهو يمثل شخصية رجل فضولي وليس لتخليد قصة عامل نظافة أحب فتاة وأشارت مواقع باعي الصور أن التمثال يطلق عليه اسم شوميل وبالبحث باسم شوميل في محرك البحث جوجل ظهر العديد من النتائج ومنها الموقع الرسمي للسياحة بمدينة براتسلافا والذي أكد تسمية التمثال شوميل أرزف الموقع معلومات عن التمثال بأنه أشهر تماثيل المدينة وأكثرها تصويرا من قبل الناس وقد أنشئ عام 1997 على يد فنان يدعى فيكتور هوليك ونقلا عن الموسوعة الحرة ويكيبيديا ذكرت أن التمثال سم عمله خلال تجديد المدينة وأن البعض يظن أنه جندي لكن صانعه نفى ذلك وأكد هوليك لمواقع سلوفاكية أن شوميل ليس جنديا يرتدي خدثا على رأسه لكنه فضولي عادي في براتسلافا وذكر الصانع لمواقع أخرى أنه اقترحوا على سبيل المزاح في خطة لعملية إعادة إحياء واسعة النطاق لوسط المدينة في براتسلافا وقد تم وضع إشارة تحذيرية عنده من أتورك حتى ينتبه له السائقون والمارة الجدير بالذكر أن خدمة التحقق من الأخبار باللغة العربية في وكالة فرونس بريس تحرت صحة الإدعاء وصنفته على أنه إدعاء خاطئ بناء على ما سبق فإن هذا الإدعاء زائف جزئيا لأن صانع التمثال السلوفاكي أقر أنه لشخصية مجهولة وفضولية ولم يشيده تقليدا لذكر عامل نظافة أحب فتاة ترجمة نانسي قنقر